قل فضيلة الشيخ وفقكم الله تحديد مسافة السفر بثمانين كيلو هل عليه دليل وكيف توصل إلى هذا الحد؟ نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الأمرأة أن تسافر مسيرة يومين مسيرة يومين إلا ومعهد ومحار واليومان مرحلتان للراحلة كل مرحلة أربعين كيلو المرحلة التي يسيرها على قدميه في اليوم أربعين كيلو ما يستطيع يزيد عليها ولا تستطيع الراحلة تسير أكثر من أربعين في اليوم وهذا المعتاد والمعروف عند العرب فأخذوا من هذا الحديث تقدير المسافة في السفر نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ودل على أن ما دونه لا يسمى سفراً اشترط له المحرم للمرأة نعم